موسيقى الأخبار من الحدد الجيش الإسرائيلي يعمل على خطة عسكرية ضد البرنامج النووي الإيراني بعد معلومات عن جهوزية إيران لتصنيع قنبلة خلال عامة مسؤول أمني إسرائيلي التقى وفداً لنظام السوري في قاعدة حميميم الروسية بحسب مصادر الحدث إيران تخطط لضرب أهداف في المنطقة بطائرات انتحارية سلمتها للحوثيين بحسب نيوزيك اليمن يعلن أن خبراء إيرانيين ولبنانيين خلف الصواريخ التي ضربت مطار عدن ولبنان الأول عربياً في إصابات كورونا وسرعة تفشيه نشرة لأهم الأنباء من الحدث أهلاً بكم مشاهدينا نبدأها من التطورات المتعلقة بإسرائيل وإيران حيث أوعز رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي بأعداد ثلاث بدائل لخطة عسكرية ضد البرنامج النووي الإيراني وأن المستوى العسكري سيعرضها على المستوى السياسي قريباً وبحسب المعلومات في إسرائيل فإن إيران حصلت على ثلاثة أطنان من اليورينيوم منخفض التخصيب ولديها القدرة على الانطلاق إلى تصنيع قنبلة نووية خلال عام كما يعتزم نتنياهو تعيين مبعوثاً خاص لمعالجة الملف النووي الإيراني والاتصالات مع إدارة بايدن وسط تقارير عن إمكانية تولي رئيس الموساد يوسي كوهين المهمة من جانب آخر ذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران بدأت العمل لإنتاج وقود من اليورينيوم المعدني لمفاعل طهران للأبحاث وذلك في أحدث انتهاك للاتفاق النووي وأفاد تقرير سري للوكالة نشرته رويترز أن إيران تعمل من أجل توفير الوقود اللازمة لمفاعل طهران موسيقى اشتركوا في القناة ينضم إلينا من بيروت العميد الركن خالد إحماد الباحث في الشؤون الأمنية والسياسية حضرة العميد الركن أهلا ومرحبا بك على شاشة الحدث الخطة العسكرية الإسرائيلية ضد المنشآت النووية الإيرانية هي جاهزة بحسب المعلومات من 2010 اليوم ماذا تريد إسرائيل بهذا التوقيت من التلميح والتذكير بجهوزيتها لتنفيذ عمل عسكري ضد هذه المنشآت أولا في مخص الضربة العسكرية التي كما قلت كاجاهزة منذ العام 2010 لقد تم عرض هذه الخطة تباعا في العام 2010 و11 و12 ولكن لم ينصح الخبراء العسكريون الإسرائيليون نتنياهو باللجوء إلى هذا الحل لأنه أولا لعدة أسباب أولا تعذر التأكد من توجيه ضربة قاسمة للمنشآت النووية الإيرانية نظرا لتوزعها الجغرافي ولصعوبة الأماكن المتواجدة فيها وكذلك أن ذلك سيخلق مبررا إضافيا لإيران ربما للقيام بردات فاعل وربما لزيادة وطيرة التخصيب وكذلك قد يدخل إسرائيل في صدام عسكري طويل قد لا تستطيع تحمل نتائجه بالإضافة إلى ما سيجري في الداخل على وقع اتخاذ هذا الخيار أنا أعتقد أن هناك سيناريوهات أخرى يعني رئيس الأركان الإسرائيلي قال أن هناك ثلاث سيناريوهات ربما لم يتكلم عنها أعتقد أن السيناريو العسكري إذا كانت إسرائيل ستقوم بتنفيذه وحيدة لن يكون هو الخيار الذي ستلجأ إليه ربما يكون الخيار العسكري عن طريق إنشاء تحالف إقليمي ودولي من الدول المتضررة من النفوذ الإيراني وبذلك تتسع بقعة الأهداف وكذلك ترتفع الإمكانات إلى ربما مستويات غير مسبوقة ساعة أذن يمكن أن يفكر الإسرائيليون وربما الأمريكيون بهذا الخيار ولكن هناك خيارات أخرى ربما هي السيناريوهات التي لم تعلن يعني الاستمرار بتصفية العلماء الإيرانيين ضرب القدرات النووية تباعا إما بواسطة هجمات سيبرانية وإما بواسطة أعمال تخريبية وكذلك ضرب البنى التحتية التي يعتقد أنها قد تستخدم ضد إسرائيل وتكون طبعا منشآت جاهزة لاستقبال إمكانات نووية كما يقال الآن في شمال شرق سوريا هذا الضرب المكثف ربما يكون هذا أحد الخيارات ولكن أنا أعتقد كل ما يجري الآن يدور من خلفه يعني خلفه يوجد هذا الريبة الإسرائيلية من أن تقدم إدارة بايدن على العودة إلى الوراء وإعادة مرحلة أوباما وإعادة التفاوض من الاتفاق النووي السابق وإذا طبعا ما يخلق طبعا يعني تهديدات وهواجس لدى الجانب الإسرائيلي طيب تفضل بالبقاء معنا حضرة العميد سنستعرض أيضا بعض المواضيع ذات الصلة والمتعلقة بإيران وأعود إليك من جديد حيث أعادت القوات الإيرانية والميليشيات التابعة لها خلال الساعات الماضية لانتشار ضمن المناطق التي تعرضت لقصف إسرائيلي في محافظة دير الزور بالإضافة لمدينتي البوكمال والميادين شرق المحافظة وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن قسم من تلك الميليشيات انتشرت ضمن أحياء سكانية تخوفا من ضربات جديدة قد تستهدفهم بأي لحظة بينما انتشر قسم آخر بمواقع تابعة لهم وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان وثق أمس مقتل ما لا يقل عن 57 شخصا في الضربات الجوية الإسرائيلية على مواقع ومستودعات أسلحة لكل من قوات النظام وحزب الله اللبناني والقوات الإيرانية والميليشيات الموالية لها ومشاهدين هي ليست طبعا المرة الأولى التي تقوم فيها إسرائيل بضرب ميليشيات إيرانية في سوريا ولكن طبعا هناك اختلاف هذه المرة هذه الغارات الأخيرة اختلفت كثيرا عن سابقاتها بحسب طبعا الخبراء في عدة نقاط مهمة هذه الغارات هي الأوسع من نوعها حتى الآن إذ طالت 13 موقعا في مدينة دير الزور والبوكمال والميادين أيضا وهي الأقصى حيث أسقطت 105 قتلى بحسب مصادر الحدث والأعنف التي تنفذها إسرائيل على محافظة دير الزور منذ نحو عامين روسيا أيضا كثفت في الأسبوع الأخيرة من جهودها للانتشار في مواقع محسوبة أنها مناطق إيرانية بالإضافة إلى أيضا تكثيف دورياتها العسكرية وإقامة قواعد بما في ذلك في مطار القامشلي قوات النظام من جانبها أو فيما يتعلق بقوات النظام إسرائيل عادة تتجنب قصف مواقعها ولكن القصف الأخير استهدف فرع الأمن العسكري ومطار عسكرية أيضا ونقاط أخرى تابعة للنظام في دير الزور غطاء أمريكي بين المرات النادرة التي تعلن فيها واشنطن عن الغارات الإسرائيلية ودورها فيها إذ نقلت وكالة أسوشييتد بريس عن مسؤول استخبارتي أن القصف حصل بموجب معلومات استخبارتية قدمها الجانب الأمريكي فيما يتعلق بإدارة بايدن إذ يعتقد أو يعتقد أن الجانب الإسرائيلي يستعجل الإفادة من دعم الإدارة إدارة الرئيس دونالد ترامب في آخر يوم أو في الأيام الأخيرة لها ويريد وضع قواعد جديدة مع تسلم إدارة بايدن فيما يتعلق بالدولة العميقة تأتي الغارات بعد زيارة رئيس الأركان الأمريكي مايك ميلي إلى تل أبيب نهاية الشهر الماضي حيث التقى برئيس الوزراء بن يمين نتنياهو ووزير الأمن بيني جانس ورئيس الأركان أفيف كوخافي ويعتقد أن الرسالة كانت أن التنسيق العسكري ضد إيران غير مرتبط بالتغييرات السياسية بقدر ما هو مرتبط بالدولة العميقة أعود من جديد إلى ضيفي لمناقشة كل هذه الموضوعات معه حضرة العميد الركن خالد إحمادي فيما يتعلق بموضوع هذه الضربات وكنت أتيت على الحديث إليها قبل أن نستعرض هذه المعلومات هل يمكن القول اليوم بأن إسرائيل غيرت تماما استراتيجية المعركة بين الحروب وستذهب لإستراتيجية جديدة ضد الميليشيات الإيرانية في سوريا أنا أعتقد أن الموقف الدولي والموقف الأمريكي تحديدا من إيران والذي تنفذ إسرائيل ضربات على أساسه لن يتغير مع الإدارة الجديدة ولكن إسرائيل أمام طبعا تحديين التحدي النووي الذي هو تحدي وجودي بالنسبة لها وكذلك التحدي من استمرار برنامج إيران للصواريخ الباليستية والتي في حال امتلكت إيران إمكانات نووية أو توصلت إلى تطوير أجهزة دقة عالية لتوجيه هذه الصواريخ فبالتالي ستكون إسرائيل أمام تهديد حقيقي لذلك هذه العمليات سهية مستمرة لأنها أصبحت تشكل تهديدا وجوديا لإسرائيل أنا أعتقد أن كل ما يدور الآن هو محاولة وضع بايدن في جدية هذا الموقف وأعتقد أن الإدارة العسكرية الأمريكية ليست بعيدة عن هذا التوجه لذلك كل ما يُعرض الآن هو محاولة وضع إدارة بايدن والمجموعة التي ستكون في إدارته وستكون دورها ومهمتها درس هذا التهديد الإيراني أمام مجموعة استحقاقات وأمام مجموعة تهديدات جدية إسرائيل هي جزء منها أنا لا أعتقد أنه التطور الوحيد الذي سيطرأ على هذه الاستراتيجية وعلى كيفية إدارة المعركة هي دور الدول الإقليمية التي دخلت في عملية التطبيع مع إسرائيل والتي ستكون ربما جزءا من هذه العمليات وهذا سيكون مطروحا وكذلك مستقبل النظام في سوريا الذي في حال وافقت الإدارة الأمريكية على استمراره والقبول بشرعيته ربما سيكون مطالب بدور ما في مواجهة التهديدات والوجود الإيراني في سوريا لذلك مروحة الاحتمالات واسعة والمشهد سيكون يتجاوز القدرات العسكرية والردود الفائل العسكرية بل سيتوسع ليشمل الخيارات السياسية ودور النظام والدور الروسي كذلك الذي لا يبدو لغاية الآن مهتما أو يبلي اهتماما جديا فيما يجري أشكرك جزيلا شكرا على كل هذه التفاصيل من بيروت كنت معنا العميد الرقن خالد أحمد الباحث في الشؤون الأمنية والسياسية التقى مسؤول إسرائيلي بوفد من النظام في حميميم برعاية روسية ذلك بحسب مصادر للحدث المصدر ذاته أكد أن هذا اللقاء هو الثاني بعد لقاء جرى في قبرص برعاية روسية في وقت سبق من موسكو ينضم إلينا الكاتب السحفي رائد جبر أستاذ رائد أهلا ومرحبا بك بداية ما مدى صحة هذه المعلومات التي تتحدث عن لقاء من النظام وفد من النظام السوري بإسرائيلي في حميميم برعاية روسية تحية طيبة بداية تبدو المطيقات قريبة جدا إلى الواقع لأنه كان هناك عدة إشارات صدرت من موسكو في الفترة الماضية حول أنه لا بد في مرحلة معا أن يتم فتح قنوات اتصال مباشرة بين الطرفين السوري والإسرائيلي موسكو لم تكن راضية عن محاولات قام بها النظام ربما لفتح قنوات اتصال بعيدا عن المظلة الروسية كان هناك إشارات قبل أسابيع عن احتمال أنه تم ترتيب لقاء لكن بعيدا عن المظلة الروسية في ذلك الوقت قال مسؤول الروس أن موسكو لديها القدرة حتى داخل الأراضي السورية على عقد اجتماعات من هذا النوع هذا للتذكير فقط إنما بالمعنى العام للكلمة نعم موسكو حريصة أولا على وجود هذا التنسيق على تمهيد الطريق ربما في مرحلة لاحقة من أجل فتح مفاوضات مباشرة بين الإسرائيليين والسوريين وعلنية لكن من أجل هذا هناك شرطين الأول تريد موسكو تثبيت وقف اطلاق النار عدم وقوع احتكاكات لأن هناك مخاوف روسية جدية من أن المرحلة المقبلة وخصوصا هذا التصعيد الذي نشهده من جانب إسرائيل في المرحلة الأخيرة لاستهداف مواقع الميليشيات الإيرانية داخل الأراضي السورية أنه ربما يتحول إلى معركة مفتوحة في منطقة الجنوب السورية في منطقة جولان لذلك موسكو لا تريد استبعاد هذا السيناريو تريد على الأقل الآن تخفيض التوتر إلى أقصى درجة ولكن من المعلوم والمعروف الآن بأن هذه التسريبات التي يجري تدولها الآن عن هذا اللقاء هو يأتي على وقع الضربات الأكثر قسوة ربما والتي وجهت للميليشيات الإيرانية في سوريا وهذه المرة أيضا لمواقع تابعة للنظام والأمن العسكري التابع للنظام جرت العادة أن يتم تحييد مواقع النظام عن الضربات الإسرائيلية فكيف يمكن أن نفهم هذه الصيغة؟ يعني ببساطة تشاهد تراقب بشكل مباشر هذا التصعيد من جانب إسرائيل تراقب هذا النشاط هي من جانب هناك تفاهمات روسية إسرائيلية سابقة بأن إسرائيل يمكنها أن تستهدف المواقع التي يمكن أن تخطر عليها داخل الأراضي السورية لكن شاهدنا تساعا في هذه المسألة في الفترة الأخيرة لم تعد مقتصرة على منطقة الجنوب السوري إنما دمشق والآن وصلت إلى مناطق بعيدة إلى مناطق دير الزور والبوكمال ومناطق أخرى لذلك موسكو بالفعل حريصة أنه هذا أولى أن تكون حريصة على فتح قنوات اتصال وتهديئة التوتر تخريف التوتر بالمناسبة هناك إشارة إلى أن موسكو كان لديها معلومات عن الضربات العسكرية الإسرائيلية الأخيرة وأنها أخلت بعض قواتها من المناطق التي ضربت إذن هناك ضوء أخضر إلى حد ما روسي ربما من أجل توجيه رسالة واضحة إلى الجانب الإيراني بأنه أن الأوان للتراجع أو تقليص هذا الوجود على الأقل في التماس هذا فيما يتعلق بالموقف الروسي من الوجود الإيراني ولكن إذا كانت هذه الاجتماعات بالفعل قائمة كيف برأيك ستكون الحسابات السورية الإيرانية في الأراضي السورية؟ يعني بالمناسبة النظام موجه إن كان للجانب الروسي أو لأطراف أخرى أقليمية إشارات في وقت سابق أنه في لحظة معينة هو مستعد للانخراط في حوار في مفاوضات مباشرة مع الجانب الإسرائيلي وأكثر من ذلك هناك أطراف في النظام ترى أن هذا الانخراط في حوار مع الجانب الإسرائيلي مهم من أجل تطبيع أو تعوين النظام مجددا لدى المجتمع الدولي المساعدة في تعوينه لدى المجتمع الدولي لذلك هناك استعداد إلى حد كبير إنما تكمن المشكلة في التفاصيل في الشروط أنه إلى أي درجة هناك استعداد لفتح مفاوضات جدية من جانب إسرائيل اليوم يعني مثلا تقوم على مبدأ الانسحاب من الأراضي المحتلة وخصوصا الحديث عن الجولان لذلك هذه التفاصيل يبدو أن موسكو تحاول أن تذلل بعض العقبات من أجل فتح مفاوضات مقبولة من جانب الطرفين إنما الموقف الإيراني بطبيعة الحال يبدو متحفظا على ذلك نحن نشهد أن القوات الإيرانية تتعرض والقوات الحليفة الإيران تتعرض لفتحات قاسية الموقف الإيراني حيال تطور محتمل من هذا النوع طيب فيما يتعلق بموضوع الضربات الإسرائيلية الأخيرة أيضا روسيا ممكن للمرة الأولى تدخل إلى تلك المناطق وتعيد انتشار قواتها فيها هل برأيك ذلك أيضا يكون بالتنسيق مع قوات النظام بالتأكيد كان هناك تنسيق مع جانب المناسبة مع جانب الإيراني يعني انسحبت إيران من بعض المناطق أو من بعض النقاط نقاط المراقبة في البوكمال مثلا وغيرها في مقابل انتشار الشرطة العسكرية الروسية يبدو أن هذا التنسيق الإيراني أولا كان مرتبط بالدرجة الأولى بتوجيه رسائل إلى البيت الأبيض إلى الإدارة الأمريكية الجديدة بأن روسيا يمكن لها أن تكون هي بحكم الوسيط أو المفاوض حتى لا يكون هناك تصعيد في هذه المناطق على الحدود مع العراق من جانب الإدارة الأمريكية الجديدة أقصد إنما التنسيق مع النظام أيضا بالتأكيد قائم لكن موسو كان لديها تحفظات لأنه كان هناك تفاهمات مع النظام جرت في وقت سابق مثلا على إبعاد القوات الإيرانية عن جنوب السوري عن منطقة الجولان إلى حوالي 80 كيلومتر إلى عمق الأراضي السورية وروسيا أعربت عن استياء أكثر من مرة أن النظام لم يلتزم وأنه غض الطرف عن عودة بعض الميليشيات التابعة لإيران إلى هذه المنطقة في وقت لاحق إذن هناك استياء روسي كان واضح ويبدو أنه عضو الأخضر إن صح التعبير أو الصمت الروسي حول الضربات العسكرية الإسرائيلية الأخيرة ورسالة واضحة إلى النظام وإلى الجانب الإيراني بأنه لا بديل عن إعادة تموضع القوات الإيرانية ووضع تركيبات جديدة على الأرض أشكرك جزيلا شكرا على كل هذه المعلومات والإضاحات من موسكو كنت معنا رائد جبر الكاتب السحفي نبقى أيضا في سوريا حيث انتشرت في الأوينة الأخيرة ظاهرة جديدة هي وضع صورة زوجة رئيس النظام اسماء الأسد في بعض الدوائر الحكومية ومكاتب الوزراء مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية وتدول ناشطون العديد من الصور بينها صورة لمكتب وزير التربية السورية دارم طبع وظهرت خلفه صورة كبيرة لرئيس النظام بشر الأسد وإلى جانبها صورة أصغر لزوجته أسماء وكانت صورة ضخمة في اجتماع مؤسسة إنسانية أقيمة في أحد الملاعب بحجم يعادل حجم صور رأس النظام قبل أشهر أثارت ضجة على وسائل التواصل الاجتماعي حيث احتلت صورة أسماء الأسد واجهة أحد الأبنية المطلة على ساحة الملعب رغم تساعد التوتر بين واشنطن وطهران قبل أيام من نهاية ولاية الرئيس دونالد ترامب أجرت إيران تجارب صاروخية ومنورات أمس برا وبحرا استخدمت فيها صواريخ قصيرة المدى شرق مضيق هرمز وهي المناورات التي تستمر ليومين بحسب التلفزيون الإيراني وأفادت وكالة إيرنا بأن المرحلة الأولى من المناورات انتشرت فيها وحدات القوى البحرية فوق وتحت السطح وكذلك الطيران التابع للجيش وتشمل مناورات وحدات العمليات في السواحل والبحر اطلق صواريخ كروز وتربيدات من الغواصات البحرية محليات الصنع وكذلك عمليات للطائرات من دون طيار كما قال رئيس الأركان محمد باقري أن بلاده ستعمل على إعادة البحر الأحمر مرة أخرى إلى منطقة الدوريات البحرية بعد أن دشن السفينة الحربية مكران محلية الصنع التي وصفها الإعلام الرسمي بأنها أكبر سفينة حربية إيرانية وقادرة على الإبحار لثلاث سنوات وستقوم بمهام في منطقة تبدأ من رأس الحد إلى خليج عدن والبحر الأحمر ومضيق باب المندب خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي سيرجي لفروف قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان قال إنه ناقش مع لفروف السلوك الإيراني في المنطقة الذي ينشر الدمار والخراب ولا يخدم شعوب المنطقة أو الشعب الإيراني تبحثنا بالطبع أيضا عن المواضيع ذات الاهتمام المشترك بالذات فيما يتعلق بالأمن والاستقرار الإقليمي كان من أهمها بطبيعة الحال ما يتعلق بأمن منطقة الخليج وشرحت لمعالي أهمية التصدي للتدخلات الإيرانية المستمرة والاعتداءات المتتالية على أمن الاستقرار المنطقة ونشاطها الذي يعزز فقط من الدمار والخراب والذي لا يسهم أبدا في التنمية وتوفير سبل الرخاء لا لمواطني إيران ولا لمواطني المملكة وزير الخارجية السعودي أكد أن حل الأزمة التي تسببها إيران في المنطقة يبدأ من طهران عندما يبدأ النظام هناك تغيير فلسفته القائمة على زعزعة الاستقرار في نظرنا الحل لتوترات المنطقة ولما أسميته الأزمة الإيرانية يقع في الأساس في طهران وهو مرتبط بتغيير طهران فلسفتها السياسية ونظرتها إلى دورها في المنطقة ففي النهاية تغيير الوضع القائم ونزع وتير التوتر والأزمة مرتبط بتغيير فلسفة النظام الإيراني ونظرته لدورها في المنطقة وأكرر متى ما قرر النظام الإيراني أن الأولوية يجب أن تكون لمصلحة الشعب الإيراني ومصلحة تنمية الشعب الإيراني وضمان الرفاه على المدى البعيد للمواطن الإيراني سوف تتعدل المور تأكيدا لمن فردت به قناة الحدث حول تصنيع إيران لطائرات بدون طيار في اليمن بإمكانها أن تقصف أهدافا استراتيجية في إسرائيل نشرت مجلة نيوز بيك سورا بالأقمار الاصطناعية تثبت نشر الطائرات الإيرانية المسيرة وهي من طراز شهيد 136 التي يطلق عليها أيضا الطائرات الانتحارية في محافظة الجوف شمال اليمن كما نقلت المجلة عن أحد المصادر أنه يتم نشر تلك الطائرات أو وضعها مسبقا من أجل شن هجوم ضد مجموعة متنوعة من الأهداف أضاف أن طهران تسعى إلى أن تكون لديها القدرة على ضرب أهداف في المنطقة عبر اليمن ثم إنكار مسؤوليتها عن الهجوم تهم وزير الداخلية اليمنية اللواء إبراهيم حيدان الميليشيات الحوتية باستهداف مطار عدن بالصواريخ بلستيات الصنع أطلقتها من مناطق سيطرتها بإشراف خبراء إيرانيين ولبنانيين وأضح الوزير في مؤتمر صحفي أن الصواريخ المستخدمة تمتلك نظاما ملاحيا متطورا ويحتاج لخبرات متقدمة لا تمتلكها اليمن مشيرا إلى أن الصواريخ التي استهدفت المطار أطلقت من مسافة تزيد عن 100 كم شمال غربي عدن وهي نفس الصواريخ التي أطلقت على رئاسة هيئة الأركان العامة ومعسكر الأمن المركزي في مأرب في وقت سابق النظام الملاحي المستخدم لإطلاق وتوصيل المقذوفات إلى الهدف يعتمد تقنية دقيقة جدا موجهة بتقنيات الجي بي اس وباستخدام خبراء بمستوى متقدم وهذا النظام لا يملكه في الجمهورية اليمنية إلا ميليشيات الحوثي من خلال الخبراء اللبنانيين والإيرانيين من خلال دقة الصواريخ وأثر التدميري زوايا السقوط التي سقطت بها الصواريخ يثبت بما يدع مجال الشك أن هذه الصواريخ باليستية متوسطة المدى لا يملك هذه الصواريخ والتقنيات إلا الميليشيات الحوثية التي سيطرت على مقدرات الدولة بعد انقلابها على الشرعية وراء هذا الهجوم الإرهابي هو الميليشيات الحوثية وهي المسؤولة عن هذا الكلام الضحايا التي سقطوا استهداف المطار الدولي المدني استهداف المدنيين في المطار مخالف لاتفاقيات جنيف الدولية واتفاقيات ويدخل في محاربة أو أن هذه الجمعة الإرهابية ولابد أن يكون هناك موقف دولي موحد ينضم إلينا من لندن الباحث الشأن الإيراني صالح حميد أهلا ومرحبا بك أستاذ صالح على شاشة الحدث هل تعتقد أن إيران لديها القدرة بالفعل والإرادة لضرب أهداف بالمنطقة من خلال الحوثيين في اليمن؟ ولماذا برأيك؟ نعم تحياتي لك والمشاهدين في الواقع إيران اعترفت في وقت سابق أنها وضعت كل الإمكانيات والتقنيات سواء بالنسبة للطائرات المسيرة أو الصواريخ لدى الحوثيين في سبتمبر الماضي المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية أبو الفضل شكارشي في مقابلة تلفزيونية على تلفزيون الحكومة اعترف قال أننا نضع خبراتنا وقدراتنا في مجال صناعة الصواريخ والطائرات المسيرة في خدمة الحوثيين وقال أرسلنا خبراء هناك أيضا السفير الجديد لدى الإيراني لدى الحوثيين حسن إيرلو هو نفسه ضابط في الحارس الثوري متخصص في الطائرات المسيرة وفي السلاح المضاد للطائرات إيران في الواقع منذ العام 2015 وضعت كل هذه الإمكانيات وطورتها لدى الحوثيين من خلال الجنرال عبدالرضاء شهلاء الذي يتولى إدارة ملف النفوذ الإيراني هناك في اليمن ووضعت الولايات المتحدة جائزة عليها وعلى من يدلي بمعلومات عنه إذن إيران تعتبر اليمن هو مجال نفوذها الحيوي الذي بالطبع يأتي ضمن سياساتها التوسعية والأحلام الإمبراطورية نعم ولكن بآخر التطورات هل تعتقد بالفعل أستاذ صالح بأنها ستستخدم اليمن الحوثيين تحديدا واستخدام الطائرات المسيرة التي تصنعها هناك لضرب أهداف في المنطقة وخاصة أيضا أنه يأتي كل ذلك بعد تصريحات من الجانب الإسرائيلي بأن إيران تنوي ضرب أهداف أيضا في إسرائيل من الأراضي اليمنية يعني هي طائرات هذه التي كشفت عنها نيوزويك طائرات المسيرة هي من نوع شاهد 136 هي نفسها نسخة مطورة من شاهد 131 التي استخدمت في ضرب المنشآت النووية في مملكة العربية السعودية في آرامكو وهذا التشابه يدل على أنه نفس التقنيات المستخدمة في صنع وتطوير هذه الطائرات المسيرة وحتى تلك التي استخدمت في ضرب القوات اليمنية أو قوات التحالف العربي في اليمن وما إلى ذلك يعني إيران عندما تتعرض للضغط بالتأكيد ستدفع بميليشياتها من الحوثيين كما استخدمت من قبل بعض الميليشيات مثل حزب الله في جنوب لبنان أو الجهاد الإسلامي وحماس في غزة وأيضا في سوريا استخدمت هذه الأسلحة بالتأكيد الخطر الإيراني قائم لم يتم إصدار قرار دولي خاصة أن الآن السفير المعين لدى الحوثيين صنف على قائمة الشخصيات الإرهابية في اليمن أيضا هناك توجه أمريكي نحو تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية هذه كلها لا تكفي يعني الأمر كله بحاجة إلى قرار دولي لأن هذه الطائرات مداها أكثر من ألفين كيلومتر قادرة على حمل صواريخ قادرة على إحداث الأضرار وهي في الواقع تأتي في إطار نفس الصراع بين إيران والمجتمع الدولي حول برنامج الصواريخ وتطويرها وطائرات المشيرة وهنا يقول البعض فيما يتعلق بكل هذه النقاط التي ذكرتها بأن كل هذه التهديدات أو التصريحات من قبل الإدارة الإيرانية تأتي ربما في سياق الدعاية الإعلامية ليس إلا وموارسة بعض الضغوطات السياسية واللعب الأوراق الأخيرة ربما لتخفيف الضغوطات عنها هل يمكن أن يكون ذلك المقصود من وراء كل التصرفات الإيرانية؟ صحيح يعني ما تفضلت به هو جانب ولكن جانب الآخر هو إيران تريد أن تخلق أوراق جديدة يعني تصعد في دول المنطقة كما رأينا صعدت أيضا بالنسبة لتهديد الملاحة في الخليج العربي وبحر عمان تجري مناورات بالصواريخ تخص بالإيران يوم بنسبة أكثر من 20% كل هذه الأمور تجريها إيران التصعدات من أجل أن تخلق أوراق جديدة للتفاوض لكي لا تذهب إلى الشروط الأساسية وهي تجميد برنامج الصواريخ لانسحاب من دول منطقة خاصة في سوريا واليمن ولكف عن دعم الجماعات الإرهابية مثل حجد الشعبي وحزب الله في لبنان وحماس وغيرها إذن هذا جانب منه هو محاولة تخفيف الضغوض وجانب آخر هو تمهيد للمفاوضات مع عدارة جو بايدن المقبلة وكما نعلم مستشار جو بايدن الأمن القوم اشترط أن يكون برنامج الصواريخ مسبوقا بأي مفاوضات حول النوم أيضا كنت تتحدث عن ارتباطية خبراء إيرانيين بصواريخ الباليستية من الأراضي اليمنية هل تعتقد بأن الاتهامات هي محقة بأن إيران وخبراء إيرانيين خلف الضربات الموجهة إلى عدن إلى مطار عدن الأخيرة طبعا؟ يعني بالتأكيد هذه التقنيات لا يمكن أن يقف وراءها ميليشيات هي تقنيات دولة تحتاج إلى خبراء يعني الخبراء العسكريين لست خبير عسكريين لكن الخبراء العسكريين يقولون أنه لا يمكن أن يتم استخدام هكذا تقنيات إلا أن تكون دولة وراها وكما نعلم هناك حضور قوي للحرص الثوري من خلال سواء السفير جديد حسن إيرلو أو الذين سبقوه مثل السفير نكنام أو حتى الجنرال عبد الرضا شهلاي وخبراء حزب الله الذين أرسلهم الحرص الثوري في سنوات سابقة وحتى عدد منهم قتل في غارات التحالف العربي إذن إيران تعتبر اليمن إحدى ساحاتها والميليشيات الحوثي أدات للضغط على الدول العربية والضغط على الولايات المتحدة لكسب أوراق جديدة وبتأكيد تقوم بهذا التصعيد لكي لا تفقد نفوذها هناك إذا ما حدثت أي مفاوضات هي تريد أن تقول إما أن نذهب إلى حرف شاملة في المنطقة أو أن يتم رفع العقوبات لأنها في وضع اقتصادي مزري هناك اعتجاجات في الداخل هناك اضطرابات هناك إيران لا تستطيع أن تستمر ولذلك قبل أيام لمح المرشد الإيراني بإمكانية التفاوض لأن إيران لا يمكن أن تستمر على هذا الوضع وهي تمر بانهيار اقتصاد انهيار عملة واحتجاجات شكرا على كل هذه الإضاحات من لندن كنت معنا الباحث في الشأن الإيراني سالح حميد شكرا لك وزير الخارجية السعودية أكد دعم المملكة للوصول إلى حل سياسي شامل في اليمن إلا أنه أشار لتعطيل ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران التوصل لهذا الحل وأوضحت لمعلي ما تقوم فيه الميليشي الحوثي المدعومة من إيران من تعطيل كافة الحلول السياسية وأهمية استمرار المجتمع الدولي في دعم الجهود الأممية وفي دعم الجهود الكافة التي تسعى إلى تحقيق السلم والاستقرار في اليمن ومنع التدخلات التي تسعى لتعطيل ذلك الحل لا سيما ما تقوم به إيران من استمرار بتوريد الأسلحة بشتى أنواعها بما فيها الصوريخ الباليستية إلى الميليشي الحوثية وعن تصنيف الحوثي جماعة إرهابية لدى الولايات المتحدة الأمريكية أكد وزير الخارجية السعودية أن الهجمات التي يشنها الحوثيون على المدنيين في السعودية وفي اليمن تؤكد أنها ميليشي إرهابية بالفعل مؤكداً أن الحل في اليمن يبدأ بابتعاد الميليشيات المدعومة إيرانياً عن العنف الحوثيون هم لا شك أنه جماعة إرهابية وهجومهم المستمر على المنشآت المدنية في المملكة العربية السعودية وأيضاً هجومهم على المدنيين في اليمن واستئثاراً بالسلطة والقوة كلها تدعم تسميتهم بجماعة إرهابية مع ذلك ندعم الوصول إلى حل وتسوية سياسية عن طريق الحوار ونعتقد أن جهود الأمم المتحدة وجهود المملكة العربية السعودية الوصول إلى مسار سياسي لحل الأزمة اليمنية مرتهن في الأساس بجدية الميليشيا الحوثية في استعدادها للانخراط في هكذا حوار لا نعتقد أن القرار الأمريكي يؤثر بشكل جوهري ما يؤثر هو في النحاية جدية الميليشيا الحوثية ورغبتها في إيجاد حل سياسي للأزمة بدل اللجوء إلى العنف وخدمة الأجندات الخارجية تحديداً للأجندة الإيرانية من ناحيته رحب وزير الخارجية الروسي سرغي لافروف بالجهود التي تبذلها السعودية من أجل إنجاح الحل السياسي في اليمن مشيراً إلى وجود بعض الأطراف التي تسعى لإفشال جهدها رحبنا بتشكيل الحكومة الموحدة في اليمن بمشاركة مختلف القوى بما في ذلك المجلس الانتقالي الجنوبي ورحبنا بالدور السعودي لتحقيق ذلك وكذلك رحبنا بالجهود الأممية لتمرير العملية السياسية بمشاركة كافة القوى ولكن لاحظنا وجود بعض الجهود لإفشال هذه العملية نقلت صحيفة البيانة الإماراتية عن مصادر حكومية يمنية أن الأمم المتحدة توصلت إلى اتفاق نهائي مع ميليشيا الحوث الانقلابية ينص على أن يبدأ خبراء المنظمة الدولية مهم تقييم وصيانة خزان النفط العائم سافر منتصف شهر فبراير المقبل هذا الاتفاق جاء بعد مماطلة الميليشيات التي عرقلت الوصول إلى الخزان العائم قبالة سواحل محافظة الحديدة والذي يحوي أكثر من مليون برميل من النفط الخام لتفقد حالته المتهالكة وبحث إمكانية سيانته وتفريغه أو سحبه إلى أحد موانئ المنطقة لتفريغه وتجنيب المنطقة كارثة بيئية في حال تسرب النفط وتحطم الخزان ذكرت مصادر محلية في مقرب أن دفاعات الجيش الوطنية أسقطت مسيرة حوثية مفخخة وأخرى استطلاعية أثناء تحليقها في سماء مدينة مقرب والوادي وفي الأثناء فادت مصادر عسكرية ميدانية أن طائرات تحالف دعم الشرعية استهدفت خلال الساعة الماضية بعدة غارات مواقع وتجمعات لميليشيا الحوثي في مديرية الرحبة جنوب غربي محافظة مقرب حيث أسفر القصف عن قتل وجرح في صفوف الميليشيات وتدمير أليات عسكرية وشهدت أيضا النيران تشتعل في المواقع المستهدفة وكانت حدات من قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية استعادت السيطرة على عدد من المواقع والمرتفعات الجبلية الاستراتيجية في المديرية حيث أسفرت المعارك عن سقوط عدد من عناصر الميليشيا الحوثية بين قتل وجريح إلى جانب خسائر أخرى في الأليات والمعدات القتالية في جبهة مراد جنوب مأرب جدد العميد حيال بخيتي أحد قادة القوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية الميدانيين جدد نداءه لأبناء اليمن بعدم الزج بأبنائهم في معركة خاسرة تخوضها ميليشيات الحوثي الانقلابية ضد الشرعية كما ترون هنا أمامكم هذه المواقع التي تم الاستراع عليها على اليمين وعلى الشمال ونحن الآن في نطرس الأمامين والحمد لله يعدون منهار وضعيف وأنا دائما أوجه الرسالة هذه وأكررها أوجه الرسالة لأخواننا في الداخل ألا يسجوب أبنائهم إلى محارق الموت فاجتدتم موجودة الآن وسوف يتم تصويرها ونحن نأسف نأسف أن يأتوا بهؤلاء الأطفال وأن يسجوبهم إلى محارق الموت وندعو دائما ونكرر الحوثيين يكذبون كما يتنفسون ويقولون أنهم سيصلون مارب وهم الآن في أطراف جبل مراد وقد قلت الكلام هذا سابقا وأكرر أنهم لن يتقدموا لم يتقدموا وليتقدموا شبرا واحد وأن عيننا هو على صنعاء وليس على البيضة ولا على ذمار عيننا هي على صنعاء وعلى كل مناطق اليمن بإذن الله تم اقتحام القريبة وما بعدها ورحوم ونقم اللي هو الفرش وتقدمت الجبهة إلى مشارف النجد هذه المرحلة الأولى والمرحلة الثانية إن شاء الله جادمون لتحرير المناطق كامل لأن نحن مدافعين على حق وهم على باطل والله نصر الحق ولا نصر الباطل هذا أحد الغنائم التي تغترمناها من يتبث قريضة وندعوهم للحفاظ على أبنائهم ونزجهم إلى مهلكة ونزجهم إلى محرقتهم وإلى أهلاكم ولا نجدونه إلا حيث يكرهون وهذا هي أحد ما بقي من غنائمهم وإن شاء الله نصر الحليف هنا وهم مهزومين ذليلين ونبشركم معنواتنا عالية وجبال فوق الجبال ومن نصر إلى نصر بإذن الله بالروح بالدم نبدأ قائما استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وفدا سودانيا برئاسة عضو مجلس السيادة الانتقالية الفريق شمس الدين الكباش الذي وصل القاهرة اليوم في زيارة رسمية وذلك لبحث أزمة الحدود السودانية الإثيوبية مع القيادة المصرية تأتي الزيارة بعد ساعات من زيارة رئيس مجلس السيادة الانتقالية عبد الفتاح البرهان إلى منطقة التصعيد على الحدود الشرقية بين السودان وأثيوبيا أكد فيها بقاء الجيش السوداني في القضارف وقدرته على حماية الأراضي السودانية والحفاظ على أمن البلاد نحن جئين هنا عشان نحمل السودان ونحمل رجال السودان ونساء السودان وشي حصل لأخواننا قبل بداية الشهر هنا ده قد روبهم قتلوا مننا خمسة ولا سبع عساكر هنا ده غدر وخيانة نحن ما كان أصلا متوقعين أنه يحصل بيننا أي ضرب والله أي نوع من أنواع العنف مع جيران جيران في أسيوبيا لكن البادي أظلم أنه زي البدو نحن ما بدينا هنجيف كلنا هنجيف كلنا سند لكم هنجيف كلنا معاكم لغاية الحق حقنا دي يزبط لنا إذا كان سبب بالقوة إذا كان سبب بالإحسان إذا كان بأي طريقة من الطرق نحن دي أراد أرضنا وعندنا الحق المشروع فهنا ندافع عنها ونحميها حذر برنامج الأغذية العالمية التابع للأمم المتحدة من تعرض ملايين العراقيين لأزمة في السلع الغذائية ودعا حكومة بغداد إلى تقديم إعانات غذائية للمحتاجين وقال ممثل البرنامج العالمي في العراق عبد الرحمن ميجاج إنه وفقا لنظام مراقبة الجوع التابع للبرنامج فإن نحو ثلاثة ملايين شخص بينهم أكثر من سبعمائة ألف نازح يعانون عدم توفر السلع الغذائية وانعدام الأمن الغذائي معتبرا أن أزمة السلع الغذائية في العراق تشكل تحدي إضافي في زمن الوباء حيث فقد الكثير من العراقيين وظائفهم اليومية ودخلهم ورأى أن على الحكومة المساعدة في معالجة هذه المشكلة وتقديم إعانات للمواد الغذائية الأساسية بالإضافة إلى ضبط أسعارها في السوق أظهر فيديو مسرب تواصل مسلسل تهريب البضائع والمواد الغذائية المدعومة في لبنان إلى سوريا على رأسها المحروقات رغم المناشدات المتواصلة لوقف التهريب في ظل النقص الكبير الذي يعانيه لبنان من تلك المواد وفي لبنان أيضا الذي يدخل بدءا من اليوم وحتى الخامس والعشرين من الشهر الجاري حالة طوارئ صحية يمنع فيها الخروج والدخول بشكل كلي وكذلك أقفال الإدارات والمؤسسات العامة والمصالح المستقلة والجامعات والمدارس والحضانات والأرصف البحرية والملاعب الرياضية قرار الإقفال العام يأتي طبعا الذي اتخذته الحكومة يأتي بسبب عجز المستشفيات عن استيعاب العدد المتزايد من المصابين بفيروس كورونا حيث أعلنت السلطات الصحية أن النظام الاستشفائي في لبنان معرض للانهيار إذا لم تتخذ الحكومة إجراءات صارمة وكانت وزارة الصحة أعلنت في إحصاء أخير عن تسجيل ما يقارب خمسة ألاف مصاب ووفاة خمسة وثلاثين شخص بفيروس كورونا مشيرة لأن عدد الوفيات بالجائحة يعتبر الأعلى في البلاد منذ انتشار الفيروس في شهر مارس الماضي والمزيد من التفاصيل مع توني تفضل توني مساء الخير ربا أهلا إذن انتقل فيروس كورونا في لبنان من نظام السيطرة ليصبح مغامرة غير محسوبة تضع البلاد في عين العاصفة إذن لماذا تضاءلت نسبة الأمل لاحتواء الفيروس فبحسب لجنة الصحة النيابية فإن وصول عدد الوفيات إلى مائة وعشين في الأسبوع الماضي وخمسة وثمانين في الأيام الثلاثة الأولى في هذا الأسبوع نقلت مسار الفيروس إلى مكان آخر وأصبح من الصعب إمكانية السيطرة عليه في ظل التفشي الكبير وهذا الارتفاع نتيجة طبيعية لأعداد الإصابات التي يسجلها الفيروس يوميا مع انتقاله إلى معدلات فاقت في الأيام الأخيرة أربعة آلاف إصابة كما أن الأعداد المتزايدة للإصابات ووصول نسبة الفحوص الإيجابية لكورونا يوميا إلى 17% فهي بحسب لجنة الصحة نسبة عالية الخطورة فالجهات الطبية المختصة أوضحت أن مسار فيروس كورونا في لبنان بنسبته المئوية الحالية تجعله من أعلى النسب في العالم وتعني أن البلد في مرحلة وهي شديدة الخطورة ودائما بحسب المختصين المتابعين لمسار فيروس كورونا في لبنان فأن البلد يحتل المرتبة الأولى عربيا من حيث انتشار الفيروس وتفشيه فسلوك الفيروس في الفترة الأخيرة هذا المسار السريع يؤشر على أن لبنان بات قاب قوسين أو أدنى من الانزلاق نحو الخطر الذي لا عودة منه وفي هذا الإطار أصبح لبنان لاحقا المنح السائد حاليا في بريطانيا في سرعة التفشي والمنح السائد في إيرلندا المصنفة كأسوأ دولة في سرعة التفشي أيضا كما أن وصول نسبة المصابين بكورونا مؤخرا إلى أكثر من ألف شخص لكل مئة ألف هذا يدل على سرعة الانتشار أو التفشي السريع للفيروس وفي ظل الإقفال التام ينتظر اللبنانيون عقد مجلس النواب جلسته يوم الجمعة للتصويت على قانون استيراد لقاح فايزر في الموعد المحدد إذا لم يطرق ما يعرقل ذلك هذا كل شيء ربا عودة لك شكرا لك توني شكرا لك طبعا استكمالا لكل ذلك أيضا فيديو يظهر زحمة سير قوية في نفق مطار بيروت وعدم التزام المواطنين بالإقفال التام الذي فرضته الحكومة عيدا نفق المطار بتنجاه بيروت اليوم الخميس أول يوم الحظ انتكاسة شهدتها الصين بعد تسجيل أول وفاة بكورونا منذ عدة أشهر وفاة تأتي في وقت تسعى فيه البلاد للسيطرة مجددا على تفشي الجائحة وفي خضم استعداداتها أيضا لوصول خبراء من منظمة الصحة العالمية ووهان مهدو فيروس كورونا تعود إلى الواجهة مجددا فريق من منظمة الصحة العالمية يصل المدينة للبحث وتقصي أصل الفيروس البعثة التي تصل بعد أسبوع من المماطلة تؤكد المنظمة أنها لا تهدف إلى تحديد المسؤولين عن تفشي الفيروس وهو ما بدت الصين وكأنها تحاول تجنبه خلال الأشهر الماضية بحسب اتهامات من جهات عدة وبخاصة في واشنطن الفريق الآن في ووهان الخبراء العشر لن يتمكن من مباشرة أعمالهم إلا بعد حجر صحي لمدة أسبوعين خبراء منظمة الصحة العالمية يصلون على وقع تسجيل أول حالة وفاة بكورونا على أراضيها منذ ثمانية أشهر الصين كانت تمكنت من السيطرات إلى حد بعيد على الجائحة لكن الأسابيع الأخيرة سجلت بعض الإصابات في عدد من المدن الصينية إصابات دفعت بالسلطات إلى فرض تدابير حجر محلية وقيود على التنقلات وإجراء حملة فحوص واسعة شملت عشرات ملايين الأشخاص للكشف عن الإصابات إذ يخضع حاليا أكثر من مئتي مليون شخص في شمال البلاد لتدابير إغلاق متفاوتة الشدة خصصت إدارة خدمات الدفن في مدينة نورنبرغ الألمانية عددا من شاحنات التبريد لحفظ جثامين ضحايا فيروس كورونا المستجهد بالقرب من إحدى مقابر المدينة وذلك لمواجهة زيادة الطلب على القبور لدفن ضحايا الموجة الثانية من إصابات الفيروس موسيقى ترجمة نانسي قنقر الأخبار من الحدث فائس أركان الجيش الإسرائيلي يعمل على خطة عسكرية ضد البرنامج النووي الإيراني بعد معلومات عن جهوزية إيران لتصنيع قنبلة خلال عام موسيقى مسؤول أمني إسرائيلي يلتقى وفضا للنظام السوري في قاعدة حميمين روسية بحسب مصادر للحفظ موسيقى إيران تخطط لضرب أهداف في المنطقة بطائرات انتحارية سلمتها للحوثيين بحسب ميزيقى موسيقى اليمن يعلنوا أن خبراء إيرانيين ولبنانيين خلف الصواريخ التي ضربت مطار عدم موسيقى موسيقى لبنان الأول عربيا في إصابات كورونا وسرعة تفشيه موسيقى موسيقى موسيقى